بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على حبيبنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا والله أيها الأحبة هذا الحبيب لم نعطيه حقه من التقدير ومن الاتباع ومن الحب حبيب يحب أمته حريص عليهم رحيم بهم كل ما جاء به هذا الحبيب صلى الله عليه وسلم فيه خير لنا إذا أمرنا بأمر نجد أن حتى علماء الغرب الملحدين والعلمانيين وغير المسلمين يثبتون فوائد سنة هذا النبي صلى الله عليه وسلم في الأوامر وفي النواهي ولكن للأسف قليل قليل مننا من يتعلم ومن يطبق سنة هذا النبي عليه الصلاة والسلام اليوم أيها الأحبة من خلال هذا اللقاء السادس والعشرين في سلسلة أفلا تذكرون كما وعدناكم في اللقاء الماضي سنتحدث عن المنظومة الثلاثية للحياة المطمئنة يمكن أن نسميها كذلك القرآن الشفاء بالقرآن الاستماع للقرآن لقصد الاستشفاء به ومزيد من الطمأنينة ومزيد من رفع النظام المناعي قلنا أن الاستماع للقرآن بخشوع يخرجك خارج هذا العالم يحلق بك في آفاق الكون يجعلك تخرج من همومك ومشاكلك وتعيش في جو الآخرة في جو الجنة جو الحساب والعقاب فتجد أنك ارتحت نفسيا واطمئن قلبك عندما يرتاح الإنسان ويطمئن قلبه أيها الأحبة فإن هذا ينعكس على النظام المناعي لدى الإنسان بشكل كبير جدا ينشط هذا النظام ويصبح أفضل في أداء عمله وأفضل في التعرف على مختلف الأمراض والتخلص منها بسهولة بينما تجد المكتئب الكثير الهموم الذي ركبته الهموم والأحزان والمتشائم تجد أن أمراضه كثيرة لأن النظام المناعي لديه شبه مدمر بسبب هذه الضغوط النفسية الشيء الثاني قلنا إن الغذاء مهم جدا في تنشيط النظام المناعي وتحدثنا في لقاء سابق عن أثر هذا النظام على السعادة والاكتئاب ولكن وعدتكم أن نستكمل الحديث عن بعض الأغذية الواردة في القرآن اليوم سأتحدث أيها الأحبة عن التمر النخيل لماذا يذكر الله هذه الثمر المباركة كثيرا في القرآن الكريم وهي أيضا موجودة في ثمار الجنة لماذا العلماء حتى هذه اللحظة لا زالوا محتارين في الأسرار الطبية والعلمية لهذا التمر أيها الأحبة يعني طبعا النبي صلى الله عليه وسلم له عشرات الأحاديث التي يؤكد فيها أهمية هذا الغذاء وغذاؤه كان التمر الغذاء رقم واحد للنبي صلى الله عليه وسلم كان التمر ليس لأنه هو المادة المتوفرة الجزيرة العربية كان فيها الكثير من الأشياء المتوفرة كان متوفر فيها اللحوم بكثرة الإبل المراع الأنعام الغنم البقر كله متوفر فواكه هناك كثير من الفاكهة موجودة أغذية كثيرة ليس لأن التمر هو فقط هو المتوفر يعني اضطراريا لا النبي صلى الله عليه وسلم اختار هذا الغذاء واختاره لنا واليوم العلماء يكتشفون أسراره أيها الأحبة سأأخذكم إلى بعض من الأسرار التمر أيها الأحبة هو غذاء كامل ما معنى غذاء كامل يمكن أن أتذكر معكم حديثا نبويا يقول لا يجوع أهل بيت عندهم التمر يتطابق مع قول العلماء غذاء كامل يعطيك كل العناصر التي تحتاجها طبعا التمر يحوي العديد من المواد المفيدة للجسم مواد كثيرة جدا فيه معادن فيه فيتامينات نوعية السكر فيه بسيطة وسهلة الامتصاص ولا تضر حتى من لديهم مرض السكر إذا تم استهلاكه باعتدال أو بكميات معتدلة التمر أيها الأحبة له فوائد هائلة في علاج السموم والسرطان وعلاج مشاكل الهضم وتنشيط النظام المناعي وتأمين الكمية اللازمة من الألياف الضرورية نحن اليوم نعاني بسبب الغذاء المصنع وبسبب الدعاية الهائلة التي صدعت رؤوسنا للمواد الغذائية المصنعة والسكر الصناعي والعصائر الصناعية والمحلات الصناعية وغير ذلك كلها لها أثر مدمر على الجسم أيها الأحبة هل رأيتم إعلان واحد مثلا إعلان طبي أو علمي أو يروج له عبر وسائل تواصل اجتماعي عن فوائد التمر لا يفعلون ذلك لأن شركات صناعة السكر ستخسر وتنهار فالتمر أيها الأحبة فيه نوعية من السكريات ونوعية من الألياف مهمة جدا لعلاج كثير من مشاكل واضطرابات الهضم مشاكل الجهاز الهضم ومشاكل أخرى تصل حتى علاج آلام المفاصل وآلام العظام ومشاكل العظام التمر فيه نوع من الكالسيوم مهم جدا وسهل الامتصاص بالنسبة للجهاز العظم لدى الإنسان وبالتالي أيها الأحباء النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان يركز في غذائه على التمر إنما رحمة بنا وأعطانا قانون غذائي أن هذه المادة ضرورية أن توجد في بيت كل مننا ينبغي أن تحوي أن يحوي بيتك على شيء من التمر لا تحرم أطفالك من هذه المادة الغذائية الضرورية والعلاجية أيضا الشيء الثاني أيها الأحبة الفاكهة هي غذاء وشفاء فقد خلق الله أنواعا عديدة من الفاكهة وسخرها لتكون غذاء وشفاء فجميع الأبحاث العلمية اذهبوا أنا لدي أكثر من ألف دراسة علمية عن فوائد الفاكهة ولا توجد دراسة واحدة عن أضرارها إلا إذا تم تخميرها وصنع الخمر منها أو النبيذ له أضرار أو إذا تم استهلاكها بطريقة مبالغ فيها أو إذا تم تحلية عصيرها عصير الفاكهة بالسكريات الصناعية يمكن أن تحدث بعض الأضرار أما إذا أردنا أن نتحدث علميا فإن كل فاكهة خلقها الله على هذه الأرض لها فوائد مهمة جدا في علاج بعض الأمراض وفي تنشيط النظام المناعي لذلك ينبغي أن نركز على الفاكهة في طعامنا لا تحرم نفسك ولو تفاح كل يوم برتقال كل يوم ولو شيء قليل هذه الكمية القليلة ستعطي جسمك ما يحتاجه ربما من معاد من فيتامينات ضرورية جدا قد تسبب لك أمراض أخرى أنت في غنى عنها استمعوا معي أيها الأحبة إلى قول الحق تبارك وتعالى قال عز وجل فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب لكم لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون ويقول أيضا في سورة الواقعة وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وربما يكون أيها الأحبة أفضل أنواع الفاكهة ثلاثة أنواع هي من الأنواع المهمة جدا التين والعنب والرمان هذه الأنواع الثلاثة ذكرها القرآن كل أنواع الفاكهة فيها فوائد ولكن هذه الأنواع الثلاثة سبحان الله فيها العديد من الفوائد الطبية وهذا من نعمة الله علينا أيها الأحبة الإعلانات الإعلانات التي تشاهدونها على التلفزيون أو في الإنترنت أحدثت خللا في نظام من الغذاء وخللا في ثمن هذه المواد يعني أنت عندما تشتري قطعة حلوة تضر جسمك لأنها عبارة عن سكر صناعي وفيها دهون وفيها مشاكل كثيرة إذا استهلكتها تجد أن الثمن هذه القطعة الحلوة أغلى بكثير من الفاكهة بنفس الوزن يعني لماذا مع للم أنه ينبغي أن تكون الفاكهة أغلى لأن الفوائد الموجودة في حب التمر فقط أفضل من أي مادة مصنعة أخرى حب التمر واحدة لو تناولتها فيها فوائد وأسرار طبية وتحل كمشاكل وليس لها مضاعفات أكثر من أي مادة مصنعة بل إن المواد المصنعة غالبا ما تؤدي إلى أمراض مثل السكر والضغط الدم وغير ذلك والكوليسترول والشحوم الثلاثية والوزن الزائد إلى آخرين طبعا لدينا أيضا من الأشياء التي سخرها الله لنا الأعشاب أيها الأحبة لا تنسوا الأعشاب وضع الله فيها أشياء عجيبة على الرغم من أن الكمية التي يمكن أن تستهلكها قليلة جدا ولكن فيها فائدة مركزة أكثر من الفاكهة مثال البابونج واليانسون والشاي الأخضر هذه على رأس الأعشاب العلاجية لأمراض القلب لتنظيم عمل الخلايا مفيدة لعمل الهرمونات بشكل عام في الجسم فوائد لا تحصى أيها الأحبة ابتعدوا عن المشروبات الغازية لأنها تدمر أنظمة عمل الجسم هذه المشروبات الغازية التي نرى إعلاناتها ليلة نهارة مدمرة لهذا الجسم اشرب أي نوع من أنواع الأعشاب أفضل بمليار مرة من هذه الكوكاكولا والمشروبات الغازية الأخرى وغيرها خصوصا اليانسون أيها الأحبة يعني اليوم لدينا أمراض معدية وبخاصة فيروس كورونا وغير ذلك وقبله السارس وفي المستقبل لا ندري ماذا سيرسل الله علينا من عذاب بسبب أعمالنا طبعا وتقصيرنا وبسبب هذا الإلحاد الذي ينتشر اليوم هذه الفيروسات الله سبحانه وتعالى وضع بعض الأعشاب وبعض الثمار فيها خصائص ترفع النظام المناعي للجسم وتجعله أكثر قدر على التعرف على شفرة هذه الفيروسات كما نعلم فيروس كورونا هو الشفرة هو الشفرة فقط معلومة ليس لديه السلاح ليس لديه حتى هيكل خلية ليس لديه هو معلومة فقط ولكن يدخل فيشوش على نظام النظام الدفاعي في الجسم ويشوش على هذا النظام المناعي فيسخر جسدك لخدمته ليتكاثر يتكاثر بشكل كبير جدا في الجسم دون أن يستطيع نظامك المناعي أن يتعرف عليه أو يتغلب عليه بعض الأعشاب وبخاصة اليانسون إذا شربت أربع أو خمس أكواب منه في اليوم أنت وأطفالك وعائلتك فإنها فيه مواد أيها الأحبة تجعل من هذا النظام المناعي لديك أكثر قدرة تنعشه وتجعله أكثر قدرة على التمييز أن هذا فيروس ينبغي التخلص منه فلا تستجيب الخلايا معه وبالتالي لا يؤثر على هذا الجسم إذن أيها الأحبة هذه الأعشاب هي نعمة من الله تبارك وتعالى شيء ثاني زيت الزيتون هو من شجرة مباركة أيها الأحبة من أفضل أنواع الزيوت بل أفضل أنواع الأغذية زيت الزيتون فهو يعالج الكثير من الأمراض بخاصة أمراض القلب تصلب الشرايين القرحة قرحة المعدة وبعض أنواع السرطان بل ويسكن الألم وهناك دراسات علمية تؤكد أن زيت الزيتون يخفض نسبة الأكسدة في خلايا الجسد هذه الأكسدة هي من أخطر العمليات التي تؤثر على الخلايا وتصيبها بالهرم والتلف زيت زيت الزيتون كما قلنا في لقاء سابق يحوي كميات من مضادات الأكسدة التي تحمي خلايا جسدك من هذه الأخطار طيب الآن تحدثنا عن الاستماع إلى القرآن وأهميته زيت الزيتون والتمر والفاكهة والأعشاب وكذلك الصيام طيب هناك أشياء أيها الأحبة قد تكون أكثر فاعلية من هذه تنشط النظام المناعي في مواجهة هذه الأمراض أو هذه الأوبئة المعدية نقول على رأس هذه الأعمال الصدقة فعندما يعجز الطب عن علاج مرض أنا أقول لكم إلجأوا إلى الصدقة حتى علميا أيها الأحبة عندما راقبوا ما يسمى بهرمون السعادة الذي يفرزه يحرره الدماغ في منطقة تسمى مركز المكافأة عندما يتلقى الإنسان مكافأة مالية أو يأكل طعام لذيذ أو أثناء العملية عملية الجماع أو أثناء يعني عندما يحقق هدفا يسعى وراءه مثل نجاح أو الحصول على وظيفة الحصول على كذا هذا المركز ينشط ويحرر كمية من هرمونات تسمى هرمونات السعادة ويسمى المركز الذي يطلقها مركز المكافأة الإنسان الذي يتصدق بشيء من المال على من يحتاجه دماغه يطلق هذه الهرمونات أكثر ممن يتلقى المال وهذه دراسة علمية تحدثنا عنها سابقا أيضا فأيها الأحبة إذا وثقت بأن الله سبحانه وتعالى قادر على شفائك وقادر على أنه إذا أراد أن تكون هذه الصدقة سببا في شفائك سيوفر لك أسباب العلاج والشفاء إذا كانت لديك هذه الثقة المطلقة بالله عز وجل والله إن هذه الصدقة ستكون سببا في شفائك إلا إذا كتب الله عليك الموت لأن الموت ليس منه مفر ما أنزل الله من داء إلا أنزل له الدواء إلا السام وهو الموت كما قال عليه الصلاة والسلام لذلك يا أحبتي المنهج باختصار منهج الحياة السعيدة والتخلص من المشاكل والهموم والأمراض والكل التعاسة هو منهج القرآن كثرة الخطأ إلى المساجد هي جزء من العلاج أيضا يعني أنا إذا أردت أن أضع لكم أو لنفسي أنا لست طبيبا ولكن إذا أردت أن أضع لنفسي أنا برنامج علاج متكامل لن أجد خيرا من البرنامج الذي وضعه القرآن الكريم وبيّنه لنا النبي عليه الصلاة والسلام عندما أخبرنا النبي بقوله صلى الله عليه وسلم وكثرة الخطأ إلى المساجد أبحاث كثيرة 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 جدا على رأسها جامعة هارفارد قامت بعشرات الدراسات تقول إن المشي مهم للوقاية من خطر الجلطة القلبية والدماغية يساعد على تخفيف الوزن والتخلص من الأمراض المرتبطة بهذا الوزن الزائد معالجة أمراض العمود الفقري ألام أسفل الظهر والرقبة والأطراف يعالج ضغط الدم والسكر والكوليسترول وغير ذلك من الأمراض بل هناك دراسة تقول بأن المشي يطل العمر ودراسة أخرى يزيد من السعادة لعلاج الاكتئاب ينصحهم بالمشي اليوم طيب حبيبكم عليه الصلاة والسلام عندما أمرنا أن نكثر أن نكثر من المشي إلى المساجد طيب بالله عليكم هل هذا نبي يريد لنا الخير أم يريد لنا الشر أنا والله أستغرب من أولئك الذين يقولون إنهم تركوا الإسلام لأنهم وجدوا فيه الشر ووجدوا فيه لا أدري يعني كلام كثير طيب أين الشر نحن نقدم قدمنا يعني أنا لدي في الموقع أكثر من ألف بحث ودراسة ومقالة كل مقالة فيها لا يقل عن أربع أو خمس دراسات معتمدة على دراسات علمية غربية كل ما جاء به الإسلام هو خير طيب أعطوني شيء واحد فيه شر شيء واحد فقط في الإسلام فيه شر الذي يطبقه المسلمون أنا ليس لعلاقة به تقول لي هناك شخص يدعي أنه مسلم ويطبق الإسلام بطريقة خاطئة هذا ليس مشكلته ليست مشكلتنا أنا المشكلة تكون معنا عندما نجد معلومة واحدة في القرآن فيها ضرر بالنسبة لنا عندما تثبت لنا أن القرآن أعطانا أمرا أو حتى النبي صلى الله عليه وسلم أعطانا أمرا واحدا فيه شر أو ضرر أو فيه مشكلة عندها يمكن أن تتحدثوا أما عندما يأمرنا بالمشي إلى المساجد بل إنه يقول أكثر ما يرفع الله به الدرجات ويحط به الخطايا كثرة الخطى إلى المساجد ماذا يعني ذلك؟ هل هذا نبي يريد لكم الخير أم يريد لكم الشر؟ عندما يأمركم بالصيام وتأتي جامعات غربية مثل جامعة كاليفورنيا وتقول الصيام ضروري وتنصح به عندما يأمرنا هذا النبي عليه الصلاة والسلام بالابتسامة يقول وتبسمك في وجه أخيك لك صدقة ويأتي علماء البرمجة اللغوية العصبية ليؤكدوا هذا الأمر ويقولون إن الابتسامة لها فوائد كثيرة علماء من اليابان يقولون إن الكلمة الطيبة لها نفس أثر الصدقة على الآخرين ولها فوائد طبية كثيرة الكلمة الطيبة فهذا النبي ما الذي فعله أمرنا بالكلمة الطيبة قال والكلمة الطيبة صدقة طب إذا كانت كل هذه الأوامر فيها خير لماذا تذهبون إلى روايات هنا وكلام هنا وإساءة تطبيق للإسلام هنا وتتركون المصدر المصدر وهو القرآن أيها الأحبة لذلك أقول دائما لكل مشكك رجاء إقرأ هذا القرآن وتعرف على روعة الإسلام الإسلام أبسط بكثير مما تتصورون الإسلام دين السعادة أيها الأحبة دين المحبة دين التسامح يجعلك تتمنى الخير حتى للملحد حتى للمشكك حتى لمن لأعدائك تحب لهم الخير هذا منهج منهج نبوي وقرآني وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عقبتم به ولئن صبرتم أمرك بالصبر لهو خير للصابرين أمرك بالعفو وأن تعفو أقرب للتقوى وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلامة حتى النبي عليه الصلاة والسلام عندما اتهم بالتزوير واتهم بالسرقة واتهم بالافتراء على الله كان لطيفا جدا وأسلوب راقي الله هو من علمه عندما اتهموه قالوا في حقه وهو في بدايات دعوته في مكة المكرم عليه الصلاة والسلام وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا اتهموه أنه يأخذ ويسرق هذه الأساطير وتملى عليه ثم ينسبها لله فاتهموه بالسرقة والتزوير والكذب على الرغم من ذلك الله ماذا قال لهم أمره قال قل قل يا محمد صلى الله عليه وسلم قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما هذا النبي يريد أن يرتقي بنا إلى أسرار السماوات والأرض هم يتحدثون عن التزوير والسرقة والافتراء والكذب سبحانه الله وهو يأخذهم إلى مراحل عليا سامية قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما نسأل الله تبارك وتعالى أن يبصرنا بهذا الدين وأن ينفعنا وإياكم بهذه المعلومات وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته